شكرا للمشاهدة عايزين نعمل حاجة حلوة في البيت بس كل حاجة دلوقتي تعتبر مكلفة وخصوصا لو حاجة فيها بيت يعني نفسي أعمل بلح الشام بس بلح الشام بياخد بيت كتير وبيكلف كتير طب أعمل إيه ولو جبته جاهز برضو هيبقى يكلف أكتر وأكتر النهاردة هنعمل مع بعض بلح الشام مقرمش جدا جدا من برة طري جدا جدا من جوة شارب الشرباط بتاعه فيه أرش حلوة من برة ومع ذلك ونتو بتندقوه كده تلاقوه طاري جدا وهش جدا جدا من جوة في المقابل في كل ده مش هيتحط فيه بيت نهائي ولا بيضة واحدة يا نهار بيد معقولة الكلام ده وينفع وهينجح معايا بلح الشام وأنا مش حتى فيه بيت خالص على الرغم إن إحنا نعرف من زمان إن أساس وصفة بلح الشام ومقادير بلح الشام هي البيض لازم العجينة بتعتمد على البيض النهاردة إن شاء الله هنعملها بطريقة حلوة جدا جدا ومقاديرها اقتصادية جدا جدا وفي نفس الوقت ما فيش ولا بيضة واحدة وده اللي هنعرفه مع بعض وإحنا شغالين يلا بينا نسامي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير بسم الله المقادير بتاعتنا بلح الشام من غير بيد هنشتغل على 3 كبايات مياه 3 معالي كبار سكر 3 معالي كبار زيت وعندي فانيليا ودائما زي ما قلت لكم دلوقتي الفانيليا البودر في السوق أحسن من الفانيليا السايلة بعد كده عندي كبايتين ونص دقيق ونص كباية نيشا تخيلوا اللي أنا بقولها لكم ده دي مقادير العجينة بس كبايتين ونص دقيق نص كباية نيشا 3 معالي سكر 3 معالي زيت فانيليا وعندي كمان 3 كبايات مياه سخنة بس كده يا جماعة دي العجينة الأساسية اللي هتقرمش جدا جدا من غير ولا بيدة واحدة بعد كده الشرباط لأن من عوامل نجاح بلح الشام المقادير المزبوطة جدا للشرباط عندنا مقادير الشرباط كبايتين ونص سكر كباية ونص مية عصرة نص لمونة ومية ورد أو زهر أو فانيليا يعني اللي موجود عندك مية الورد بتخلي بلح الشام طعمه ورحته زي الجهز بتاع بره بزبط بتاع الحلوانية الكبار فلو عندك مية ورد ما تبخليش حطي كده إيه نقطتين تلاتة بس مش أكتر من كده دي مقادير الشرباط أول حاجة بعملها هي الشرباط وسيبه يغلي واطفي عليه النار وبعد كده أركينه خالص يبرد لازم بلح الشام يطلع من الزيت سخن على الشرباط بارد فعشان كده بنبتدي بالشرباط الأول اتفقنا المقادير بتاعت الشرباط بسم الله كباية ونص مية أهم بسم الله كباية ونص ماشي كده وهيتحط عليهم كبايتين ونص سكر السكر زيادة لأن الشرباط بتاع بلح الشام لازم يكون تقيل عشان ما يتراش منك ودي حاجة كتير مننا بيقعوا فيها مقادير الشرباط هيا جماعة قدامكو تاني يلا لا مقادير الشرباط هيا استاذ احمد عبد الحميد بيقولي بيقولي مقادير بيقولي مقادير الشرباط قدامك هيا ومن غير بيد الشرباط من شكرا قوي بلح الشام وقل من غير بيد بصوا يا جماعة نص لمونة غسلها كويس قوي بعصورها كده وبنزل بالنص لمونة نفسه جوه فالشرباط يجلي معاه وكمان قادي ميت الورد زي ما قلتلك ايه حاجة بسيطة كده بس بتدي طعم مختلف جدا بتدي طعم زي الجاهز بالزبط ده بالنسبة للشرباط يبقى احنا عرفنا دلوقتي معلومتين مهمين جدا عن شرباط بلح الشام يكون تقيل يعني السكر ازياد من المياه ويكون بارد لو حصل حاجة غير الاتنين دول بلح الشام هيطره منك اتفقنا عشان ايه ما يحصلش معانا اي مشكلة فزي ما انتو شفتوا المأدير اللي نزلها لنا قصة احمد عبد الحميد دلوقتي مخرجنا الكبير يعني بجد بكنله كل خير والله وكل سعادة ويا رب يا رب دايما معانا كده المأدير تاني بص عشان خاطر الكلمة تلحل وين دول نزل المأدير تاني نزل المأدير تاني اهو يا جماعة ادي الشرباط وده بيقولوك الشرباط اقوم من غير بيد عندنا ادي المأدير اهي على طول صوروها واحفظيها عندك على الموبايل على طول عرفنا الشرباط الناجح هيتعامل ازاي وهسيبه دلوقتي يغلي غلوتين حلوين والسكر يدوب لوحده بدون ما تقلبيه ولا اي تدخل خارجي منك خالص تمام اتفقنا خصميه اعملي المأدير كده فوق بعضها وبعدي عنه خالص ما الكيش دعوه به لغاية ما يغلي كم غلوة غلوتين كده وهندفع عليه واسيبه يبرد ولما بيبرد بيدي قوام اتقلوت ده كده بالنسبة للشرباط تعالوا بقى دلوقتي نشتغل في العجينة الاساسية نفسها العجينة بلح الشام من غير ايه بقى يا سيد احمد قولينا انت من غير بيد من غير بيد اول حاجة هعمله يلا يا باشا باسم الله ادي تلات كبايات مية ادي واحد اتنين تلاتة وانا حطة مية سخنة ومسخنة الوك قوي عشان بس يسعف معي في الوقت مش هحط مية ساعة وافضل جنبها بقى اتفرج عليها اول ما المية تغلي بالشكل ده هحط تلات معالق سكر بسم الله وتلات معالق زيت واحط كمان الفانيليا في المية نفسها تفتكر كده يا سيد احمد هيطلع بقى لحشام هنشوف هنشوف يلا ادينا مع بعضينا كده وانا هنشوف في الدنيا فيها ايه اول ما المية تغلي بالسكر والزيت والفانيليا هاخد كبايتين ونص دقيقة هحط عليهم نص كباية نشا يعني المجموع كله كده تلات كبايت وهقلبهم كده في بعض النشا والدقيقة اول ما المية تغلي معايا كده هوطي بس النار شوية بسم الله كده وننزل بالنشا والدقيقة على طول على المية كده هو بس ونقلب بقى هفضل اقلب لغاية ما الخليط ده يشرب المية ويبتدي يكون لي عجينة عجينة متمسكة كمان اهو شايفين ازاي واحدة واحدة كده مع بعض كده بالشكل ده شايفين اسوي بس الديقيق يعني انا كده اللي بعمله دلوقتي انا بعمل عجينة مستوية بعمل عجينة الديقيق فيها مستوي لانها عجينة على النار عايزين معلقة ايه متماسكة شوية يعني مسكة نفسها لها شخصية كده شوية علشان بس تسعف معايا مع العجينة لان عجينة بصوا بتبقى تقيلة ازاي اهي كده افضلي بقى اعملي كده وسوي الدقيق وكوني عجينة ما فيهاش دقيق الابيض ده اهو بصوا بالشكل ده اهي افضل بقى كده يا أستاذ احمد بص السر كله هنا والسر المهمة قوي قوي النشا اللي احنا حطناه في العجينة تعالوا بقى دلوقتي لما توصل للمرحلة دي ابعيدة على النار بسم الله وافضل بقى اقلب فيها لغاية ما تديني عجينة نعمة جدا كده ومتمسكة جدا 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 احنا عايزين معلقة كمان انشف من دي ايه يا ولاد المعلق الجميلة دي احنا عايزين حاجة خشب كده ايوه كده ماشي طالع حلوة قوي ما شاء الله عليها بالشكل ده اهي تجمع على نفسها كده بالشكل ده خلاص هي كده عجينة متماسكة بس لسه بصوا بصوا كل ما بقلب فيها ايه اللي بيحصل بقى اصد احمد عمالها تنعم تنعم اكتر واكتر اهي بصوا كل ما جبها كده اللي تحت فوق واللي فوق تحت وارجع روح قلبها تاني كده وافضل اعمل فيها كده عمالها تنعم وتلم على نفسها اكتر واكتر كده اهي شايفين هسيبها بقى كده بالشكل ده تبرط خالص لازم ايوه تشتغل بيها كده سخنة لازم تتغطى عشان وشها ما ينشفش وتبرط خالص خالص وتستريح هتبصي تلاقيها بتادي تنعم اكتر واكتر زي ما تكوني عجنة عجينة بالخميرة وبتسيبها تخمر حتى لو العجينة معايك تحس كده انها واخدة زي قشرة البرتقان معرجة كده اول ما تلاقيها بتخمر اللي بيحصل سطحها بيبقى أملس ونعم جدا كذلك نفس الحكاية العجينة بتاعتنا تعالوا بقى نسيبها تستريح ونجيب العجينة المستريحة دي بقى لها مثلا ايه بتاع ربع ساعة منها بردت ومنها نعمت خالص وقدر اشتغل بيها بمنتهى الامان بصيبها يا سيد احمد ايدي العجينة بتاعتنا نشيل كل ده ويلا بينا العجينة دي بتاعت بلح الشام النهاردة بتحط في زيت عادي زيت دافي عادي او سخن مش زي بلح الشام اللي فيه بيد لازم بيتحط في زيت بارد خدوا بالكم من المعلومة دي نقولها تاني عشان خاضروا سيد احمد تاني يا سيد احمد الموضوع ده النقطة دي مهمة جدا بلح الشام بالعجينة الاصلية بتاعته اللي جواه بيد بيتحط في زيت بارد بلح الشام بتاعنا اللي احنا بنعمله النهاردة اللي ما فيهوش بيد خالص نزليه في زيت سخن كمان يعني كمان هيوفر معاك الزيت ويوفر الوقت يعني احنا كنا بنقول في الاولاني كل طاصة لازم استنى الزيت يبرد وبعدين ارجع احط الدوري التاني من بلح الشام لكن بلح الشام بتاعنا النهاردة انزلي في الزيت على طول مش هيجرى اي حاجة طيب الخطوة اللي جاية ايه بقى بس يا ستي هنجيب طبق ونحط فيه شوية زيت كده وهنديله مسحة كده ايه بالمنديل اهو ده اللي هقطع فيه الاول بلح الشام بس لازم يبقى ينزل كده على زيت علشان مايلزقش معانا ماشي وبعد كده العجينة بقى عندنا مسترياحة ونعمة وزي الفل ما شاء الله عليها هنجيب كيس حلواني وبالبلة بقى اي بالبلة عندك بس طبعا بالبلة بلح الشام اللي هي بتبقى تخينة والسنون بتاعتها مزاي دي يعني اللي انا عملت بيها الصبح بلح الشام اختفت في ظروف غامضة تقريبا كده شكلها ضاعت ولا ايه فاشتغلنا بدي ادتني برضو نتيجة حلوة جدا جدا ودتني نفس شكل بلح الشام هنعمل ايه بقى هناخد حتة عجينة صغيرة ما بنزودش العجينة في الكيس لان دي عجينة تقيل عشان اعرف اتحكم فيها بص ازاي كده اهي وافضل ادوس عليها لغاية ما تنزللي لغاية البلبلة قطعة صغيرة بقطعة صغيرة ده مش كريمش انتيجة عشان قاملة بيك كيس لا دي عجينة وعجينة كمان هتبقى صعبة النزول شوية وده المطلوب وهنجهز جنبينا مقص اهو بصوا بقى هنعمل ايه يلا بينا يا قص ده حان نضغط 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 لغاية بصوا خدي بقى حجم بلح الشام اللي يعجبك بسم الله بصوا كده مثلا حلوة قوي حجم بلح الشام ده بالمقص كده وهروح قص ماشي تاني اهو عليش يا جماعة عشان انا عندي ايد و ايد فايه يعني عندي ايد بقدر اتحكم فيها وادوس عليها و ايد لا بصوا يا جماعة عادي بلح الشام اهو عايزة تزودي حجم بلح الشام عن كده براحتك خالف تاني اهو بصوا كده طبعا انتو بقى ايه باديكوا لتنين هتقدروا اه تتحكموا زي ما انتو عايزين اه بصوا اهو على قد ما بقدر بحاول اتحكم اهو نزلوا الاول كده على طبق فيه زيت تاني احنا نعمل ايه بقى شوية كده حلوين و خلاص بصوا اهو كده غير التاني التاني اللي اللي بيتحط على زيت بارد على طول تالي يا استوز احمد انت مش شايف مني حاجة صح؟ انت زعلان مني ولا حاجة؟ اهو بصراحة اهو بصوا اهو نظبط بس شكله ها نخلص بس العجينة اللي في الكيسي خلص يلا اهي اه دي واحدة كمان بس هنشتغل على دول حلوين قوي اهو شايفين العجينة نزلة انسيابية و نعمة خالص ازاي و شكله حلو ما شاء الله والبلبلة عاملة فيه الخطوط دي ده علامة نجاح العجينة لو البلبلة مش معلمة كده في بلح الشام الخطوط دي بالشكل ده يبقى العجينة بتاعتك فيها مشكلة خلي بالكم من النقطة دي و ما تنسوش اتفقنا ان الشربات بتاع بلح الشام اهو بيكون تقيل بارد ده تعمل قبل الحلقة و سبناه يبرد خالص بص القوام بتاعه عامل ازاي يا سيد احمد واريه كده الحبايبنا شايفين القوام؟ نعايزة علي النار على الزيت عشان نشتغل على طول ان شاء الله بصوا اهو 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 يبرد كده خالص و بالح الشام ينزل في الزيت يخرج من الزيت على الشربات على طول و خلاص يلا بينا هنا بعد ما نزلنا بالح الشام في الطبق اروح واخده كده بالراحة منزله في الزيت بسم الله اهو شايفين بنمسكه ازاي من الحروف كده لو ما ده هنتيش الطبق زيت اللي هتنزلي فيه بالح الشام هيلزق عارفتوا ليه بقى؟ كل حاجة عندنا يا أستاذ احمد وليها سبب اهو بس كده حلو قوي ونشيل الطبق ده ونجيب طبق حلو بقى ايه نقدم فيه عايزاكوا تشوفوا بقى كده ايه ده ده برضه عامل فوران وبرده عايم ايه ده زي ما يكون فيه بيت بالزبط اقلبي بقى كده عشان مياخدش لون من تحت عن فوق عشان يطلع معاك كله لون ده بيحلو زي الجاهز بالزبط اهو يا حلاوة ده احنا بنقلبه كمان اه ماسك نفسه وبيتقلب عادي والاستاذ احمد بيقول لي اه والله صح ده شاكله هيطلع زي ده ولا ايه ايوه تعبنا وشاقنا الصبح اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين قدامكم في الزيت اهو ما شاء الله عليه ولا كلمة يعني بجد طريقة سهلة واقتصادية جدا جدا وما خدتش مننا وقت كل الوقت كله ان انا اسيب العجينة ترتاح وتنعم معايا انا بجاه يستبقى كده عشان نطلع عليه بلح الشام تعالوا قريكوا بقى عالم هو يتحمر كده الفكرة بتاعت بلح الشام اللي حشناه كريم شانتي جميلة اه وممكن اشتقى بس طبعا انا حاسة ان اشتقى هيبقى تقيل قوي اللي هي دي اهو استاذ احمد بصوا يا جماعة بنفتح بلح الشام بس امتى الكلام ده لما يبرط خالص يعني يبرط خالص واروح جايه وبرده يتسقي شربات عادي افتحه بالسكينة كده واروح حطه جواه كريم شانتي ونيجي في الاخر قبل التقديم نرش عليه اي مقصرات عندك كده بالشكل ده سوداني بقى فوصدق مقصرات مشكلة عيشي بصوا جماله اهو نبتاكل اكل عملنا حاجة حلوة شيك قوي وجميلة قوي واقتصادية قوي 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 كلها حاجات موجودة في المطبخ عندنا تخيلوا يلا نقلب بقى كده تقليب 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 اهو ريحته كمان طالع حلوة قوي ما تنسوش احنا حاطين فيه فانيليا وما تنسوش كمان الشربات فيه ميت وارد فده مع ده بيدي يعني ريحة في منتهى الجمال ما شاء الله عليها نقلب بالشكل ده لغاية ما كله كله ياخد لون واحد اهو وريحة الشربات هنا طالع حلوة قوي بيغلي معنا الشربات كمان اهو حاجة عظمة يعني تخيلوا بقى يعني ياريت يا قصيز احمد لو ممكن ننزل المقادير تاني اتعبك معنا معلش ننزل المقادير تاني يا جماعة يلا عشان بس حبيبنا يشوفوا بلح الشام بتاعنا يلا هاتو يلا تاني من اللي قدام ياهو بتده ياخد لون حلو هو كمان تعالوا بقى نشوف الجهز بيبقى شكله عامل ازاي البارد بتاعنا اللي جهز معنا من قبل الحلقة بس كده تعالوا بقى كده يا سيد احمد قوام 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 علشان ايه لازم لازم يطلع في المرحلة دي ويمكن قبل دي على طول اجي الشربات اهو بسم الله بناخد على طول بلح الشام كده هوا من الزيت بسم الله المفضوا بس كويس قوي من الزيت على الشربات يا سلام اهو بسوا وبعد كده نقلبوا بقى كويس قوي ناموا عبعد حالا اهو استنى كده بص الله اكبر عليكم الله اكبر عليكم احلى ناس واحلى فريق ده ولا ايه نطلع بقى بلح الشام كده هوا في طبق عسل مش هتصدقوا جمالوا مش هتصدقوا ازاي طالع مقرمش كده من بره وطري جدا من جوه وشارب الشربات وقلبه زي العسل بالمقادير البسيطة اللي عملناها دي وزي ما قلتلكم موضوع اه ان احنا نحشيه لازم لما يبرد خالص ايه يا جماعة اللي عملناه مع بعض على الهواء ايه واي تحشيه وهو سخن لازم يبرد خالص وعرفنا الشربات بتاعه وكل اسرائه عايزه دوق واحده سخنه ايه رايك تيجي بس لا دي مولعه يا جماعة بص يا سيزا احمد تعالى كده تعالى معايا اسمع الصوت سمعين صوت القرمشه طيب معنى كده انه ناشف من جوه طيب ما تيجوا نشوف كده القلب في ايه بص تعالى معايا نشوف القلب لما نفتحه بصوا القلب ايه ده ايه ده يا جماعة شايفين القلب شارب الشربات ازاي بصوا من جوه طاري ومن برا ما قرمش وما تيجوا ندوق سخنه سخنه يعني بلح الشام الزيوت بالذات الزيوت في الحلويات الشرقية وهي سخنه طبعا احلى حاجه عارف يعني ايه زيوت حد عارف في الكنترول يعني ايه زيوت كريم عارف يعني ايه زيوت كريم عارف يعني ايه زيوت في الحلويات الشرقية مش عارف يعني يعني كل ما هو بيتقلي في الزيت زلابيا بلح الشام ايه تاني سوابع زينب كل دي اسمها في الحلويات الشرقية اسمها زيوت اللي هي بتتقلي في الزيت فهمتوا ازاي؟ ايه دينا النهار دا عملنا وصفة سهلة وسريعة بلح الشام المقرمش جدا من برا وطاري جدا من جوة واقتصادي ما فيهوش ولا بيضة واحدة يلا قوموا على طول اعمليه وفرحي ولادك بيه ويملي البيت من ريحة بلح الشام الجميل فقرتنا خلصت بس حلقتنا لسه ما خلصت اطلعوا فاصل وارجعوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما قلتلكم قبل كده وبنفضل نقولها على طول على طول احنا اول ناس عملنا الفكرة دي ان احنا نجيب الحالة بنفسها تتكلم عن نفسها وحبيبتنا اللي انا اطلقت عليها لقب البطلة وهفضل على طول اقولها البطل لان هي البطل اللي ورا الحالات دي هو بالضبط اللي بتاخد بادينا للطريق الصحيح وازاي تعرف الناس ازاي يهتموا بصحتهم يرجعوا بقى تاني لحياة جديدة بلاش بلاش يا جماعة نعود زي ما دايما بنقول حبيس السمنة السمنة افضل جوه السجن ده وافضل اقول انا مش هخص مش هينفع لا مش عارف ايه احنا معنا الحل بسيط وسهل جدا جدا النهاردة تعالوا نرحب بضيفتي الكريمة اللي من وراني واللي دايما بقول عليها هي مش مجرد ضيفة هي خلاص بقت صاحبة مكان هي اختي وحبيبتي الجميلة قلبا وقالبا معانا النهاردة دعاء سوهيل دكتوراه في علم التغذية البشرية اولى مؤسسي فكرة التغذية اونلاين مؤلفة كتاب التغذية واثر الوعي والممارسات الغذائية على النمو الجسمي وكمان مؤلفة كتاب سلوكيات التغذية بين الماضي والحاضر وصاحبة مبادرتنا الجديدة معا ضد السمنة اهلا وسهلا اهلا بحضرتك الورق خلصت هتزودلنا ايدي ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك دايما منورانا ودايما في تقدم كده انت النهاردة اولا بالكتاب الجديد اللي ما شاء الله ابتدى يعمل دقة حلوة قوي الحمد لله الف مبروك عليه الله يبارك في عمرك يا ربي خليك يا رب ثانيا بدفتنا الجميلة اللي منورانا النهاردة ازايك يا هاجر ازاي حضرتك هي جميلة فعلا هاجر جميلة ايوه عاملة ايه الحمد لله كله طمام انت النهاردة منورانا معانا في برنامجنا اهلا بحضرتك قوي تشرفت قوي بيك قوللنا بقى يحكي لنا بصي بقى ان المعارف ان انت بلوجر يعني بتتكلمي بقى في ايه مالك زمان كل متابعينك بيشوفوك دلوقتي اول مرة بقى اول مرة قوللنا بقى يا هاجر ايه موضوعك كان وزنك قد ايه وكان ايه السبب اللي يوصلك للوزن الكبير ده اه انا زمان كنت 63 كيلو يا دكتور زمان اه اه في سنوية عامة تقريبا او حوالي سنتين كده تمام اه كان 63 وزنها حلو قوي اه ومناسب لطولها تمام اكتسبت 20 كيلو في سنة ونص 20 كيلو في سنة ونص اه ايه السبب يا هاجر يعني ايه اللي حاصلت اه دخلت في اكتئاب وحيات كتير قوي وكنت بحاول ان انا اطلع من الفاترة دي وكنش منزل من البيت خالص اه وكانت حياتي كلها عبارة عن اكل 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 وفاستفود كتير جدا بسبب الاكتئاب ده هي كده قالت حاجتين كل حاجة فيهم كفيلة انها تودي للسنية طبعا الفاستفود والاكتئاب اه طبعا دايما اقول الحالة النفسية عندما تتدرر او الناس اللي تحت توطر او ضغوط وكلنا تحت ضغوط يعني ولكن فيه ناس بتأثر عليها الضغوط دي بزيادة فبترفع هرمون الجوع هرمون البتين ده بيرتفع مع الحالة النفسية لما بتقمش مظبوطة وينخفط هرمون السيروتونين وده هرمون السعادة هرمون الجوع ده وبعت اشارة خلاص اختلط على المخ تفسيرها لانا جاعين رايحاكل ولا زاعين رايحاكل بالنهاية باكل فبتاكل فبتكتسب وزن زائد كمان فاستفود وده طبعا معروف ان الكالرز بتاعته عالية جدا فهي دلوقتي بتاكل وبتزيد بس اللي عجبني في هاجر انها اكتسبت الدهون في سنة ونص وبسرعة فكرت تفقدها انتبهت قوام للخطر ده صح دايما بقول فقدان الدهون في بداية اكتسبها داخل الجسم بتبقى افضل من اننا سيبها داخل الجسم تبقى ذات الامد الطويل فتترابط وتتماسك وتبقى دهون سلسية ويصعب على الجسم التخلص منها الا بوجود مادة فعالة تكسر الخلايا دي تحول هالي لدهون سهلة هنا نقدر نقول على الدهون عند هاجر كانت دهون سهلة ولذلك فقدت العشرين كيلو في شهرين او ثلاث شهور تقريبا شهرين وخستهم بسرعة لانها دهون مش موجودة داخل الجسم ذات الامد الطويل هي دهون وحادية وسنائية وبالتالي سهل انها تتخلص منها حالي تاجر ما نجي نتكلم حب نتعامل مع حالة يعني حساسة الى حد ما فمتضررة نفسيا فمكتائبة فهنا مش قفل شهية بس المفروض ان انا شهية عالية بسرعة بدور على عشب السيليم ودي للمريض خلاص اتقفلت الشهية فخص لا الحالة النفسية لما تكون سبب في شهية عالية يبقى انت محتاج لعشب الفولنج وده بيدخل في تصنيع الشوكولاتة والعشب ده مسؤول عن تثبيت المود انا عايز ازبط لها الحالة المزاجية اقفل لها شهية تبتدي تفقد الوزن فنفسيتها تزمط لازم نهتم بالحالة النفسية مش مجرد ان انا بسد الشهية او بقلل للاكل المحب للاكل ده زي انت قفلت له الشهية خلاص خلصت عنده هي مش محبة للاكل هي في حالة نفسية متضررة هرمون الجوع مرتفع فهي محتاجة المادة الفعالة لتقفل شهية وانا عايز ازبط لها الحالة المزاجية بنسبة من عشب الفولنج وده بيزبط الحالة المزاجية هنا فقدت عشرين كيلو في شهرين وما كانش عندها اي سبب يمنعها ما شاء الله عملية الحرق عندها مزبوطة ما عندهاش اي مشاكل تعوخ دون ذلك وهي في الاصل مش مدينة اه يعني هي مش صح بتسملي في الاصل لا يعني من البداية الجسمها مثالي تلاتة وستين كيلو فده زي الكتاب ما بيقول يعني برافو عليك يا هجر والله يعني برافو عليك يا على طول اول ما حسيتي بالمشكلة اتصرفتي على طول ايه اللي خليك بقى تبتجي لفكرة التخصيص اونلاين اه انا سمعت عن الدكتور بصراحة كتير جدا اه اه واعرف كذا حد خاص مع الدكتور بصراحة وبيقول فيها كل خير يا ربي خليك يا حبي فعشان كده دول قريبين مني قريبين مني ومن ضمنهم برضو زميلة الوالدتي هي اللي اصرت ان انا اخد الخطوة دي فبصراحة انا مترددتش لحظة ومجرد ما طلبت الكورس اول اسبوع فرق معي جدا جدا كان اي حد بيشوفني اول اسبوع بيقولي ان فعلا انت خاصة من اول اسبوع فرق معاك يا علاقتي انا اصلا من اول اسبوع خاصة اربعة كيلو في اول اسبوع فرق ومعاك بان وعلاقتي جامل جامل بصراحة كملتي بقى بالضبط كملت وفضلت ااخد في الكورس صورت كهي هاجر قدامنا هي على الهواء لا انا لقيتها عملالي فيديو على الانستا ان غيارت حياتي مع دعاء سويل قلت لها هتولي الامر دي هتولي الامر اللي بتولي ان انا غيرت لها حياتي بصوا يا جماعة الفرق ده هنا في اسبوع بنت اختي والصورة دي من فترة قريبة جدا يعني ما فيش اسبوع بصوا هنا برضو الفرق فعلا لعشرين كيلو شوفي هم عشرين كيلو بس فرقين فرقين طب وهي مش معتادة دايما الناس اللي مش واخد على انها وزنها يزيد بتبقى بسرعة عايزة تتخلص من الوزن ده وفي ناس تقول خلاص طالما انا مقاسي مظبوط ومعنديش مشاكل صحية فانا يعني طالما لاقي مقاسي في اللبس مفيش مشكلة بس ده غلط لان انا النهاردة في سنة ونص اكتسبت عشرين كيلو تضمنيش بعد كده تزيدي هتبقى مشكلة ومشكلة كبيرة فهنا احنا قدرنا نفقدها ده طبعا كان لازم ننظم له موعيد الاكل نحن بعد سبعة مساء ثمانية مساء ما بناكلش اذا جوعنا بناكل طاقة سلبية مش محرومة على مدار الساعات النهارية يعني ايه بقى طاقة سلبية لو جوعنا ناكل طاقة فلبي يشبع لكن ما يتخنش سلبي يعني الخاص سعرات منعادمة التفاح سعرات منعادمة شربة الخضار سخنة شربة الخضار مفهاش كالرس خالط فانا الطاقة السلبية لتملع المعدة لكن ما اتخنش اكل بقى خاص كبوتشي اكل طفاح سمرت فواكه كل ده يملالي المعدة يبقى انا خلاص اذا لحيت علي اديها طاقة سلبية لكن ما جوعش بالليل هطلب بيتا ام.. او بقيت الغداء اوو اجري على تللاق الغداء فيه مكرونة بشامل مفهي صاحة اكتر من كده كتبافتر خمس مرات مسلا فيقات الاكتئاب ده كنت ممكن افتر خمس مرات بجد والله الخمس مرات واجبات كاملة؟ واجبات كاملة واتغدى مرتين عاما الاختسبة 20 كيلو في سباتين بسرعة كده ازاي فالليل كنت اكتر اكل بكميات رهيبة وأكل بالليل ده أكتر حاجة فرقت معي إنها تخني طبعاً أنا لما لقيت نفسي إن أنا خلاص وزني بدأي عدي وبدأت إن أنا خلاص دخلة في التسعين وها عدي وبدأت إن أنا جسمي بيتخن بسرعة فقلت لأ خلاص لازم عامل هنا ستوبق عندها كده مشكلة يعني جسمها قابل لزيادة بسرعة دي مشكلة تانية ومشكلة ناس كتير قاعدة بتسمعنا دلوقتي في ناس عملت الحرقة عندها قوية قوي فياكلوا كتير جداً ومستغرب إيه ده أنا ما هيوكلة كتير ما بيبانش علينا أقول أيوا بالزبط في ناس لأ بحرقها مش مزود ذاقت تقول إذا أنا لو شميت ريحت أنا لو فتحت الحلة كده تخنت بالزبط والناس اللي بتاكل بالليل دي أكتر عرضة للتخن أولاً أنا مش هعمل بعدها أي حركة فمش عملت تمثيل غزائي عندي مش توق مزبوطة ثانياً أنا أكلت بعد توقف الغدة الدرقية عن إفراز الهرمون اللي بيحرق لي سعراتي فأكلت في الوقت الغلط فأكيد هادخن أنا هنا أكلت في الوقت الغلط أنا ليه ما بعملش أي ضعيت ولا أي حمية غزائية أنا خلاص أنا مش حرماك في الساعات النهري فبالليل إذا جه في دماغي أكلة هصبر على نفسي لتاني يوم زائد إن كمان الكورس أفل لها الشهية أنا عايز أفل شهية فهي بالليل مش هتلاقي نفسها جعانا خالص فعلاً أفضل حاجة إن أنا مش مضطرة إن أنا أمشي على نظام غزائي بل إن الكورس بيخليني فعلاً الشهية عندي أقل طبيعي فبأكل كل اللي أنا نفسي فيه بس قردي الأكل بيكون نسبة أقل من الطبيعي وبتحس إنك شبعانة جداً وغير فيه نقطة كمان إن أنا في مرة أسبوع حصل لي فيه دروب فاضطريت إن أنا أوقف فيه الكورس أنا من النوع إن أنا السبب من قبل الكورس لو الأسبوع ده عادت آكل من غير ما أخد الكورس أدخن بس مع استمرارية أخد الكورس جسمي أخد على الحرق فلاقيت نفسي نزلة كيلو ومتخنتش فدي برضو حاجة بطيبتتني جداً في الأسبوع ده مكتبت موقفة الكورس وليت نفسك نزلتي بالفعل نزلت بالفعل أنا هنا أبتديت إن أنا أول شهر مباكونش بالليل أول شهر باكل تلت واجبتي أول شهر مع بقيتش باكل بنفس الطريقة اللي أنا معتد عليها يومياً فبالتالي المعدة صغرت وانكمشت وبقت واجبتي صغيرة أما توقفت هي المعدة صغيرة فخلاص أما رجعت تاني وبعدين أنا إذا أنا عودت نفسي من اعتاد على شيء اعتاد عليه أنا عودت نفسي إن أنا باكل بطريقة معينة فأنا فضلت أكل بنفس الطريقة دي يعني انا 43 سنة عمري في حياتي ما عملت ضايت 43 سنة انا ما باكلش بالليل نهائيا انا من محب الفاكهة لان انا بابا بكن تاج الفاكهة فانا بحب الفاكه جدا فانا انا معتادة على ده من نوع اللي مش اقول ما احبش الاكل قوي لكن احب طبعا الفاكه جدا فاذا انا طول حياتي كده انا مش هزيد وزن خالص انا 20 سنة بنفس الوزن فالموضوع اذا انا عتدت على طريقة معينة يعني هي ما شاء الله متوقف تفضل ربنا اديها العمري والصحة طول عمرها متاكلش بالليل وتاكل بالنسب قليلة معتادلة والمية اللي احنا عودناها تشربها تفضل تشربها وتبطل المياه الغازية خالص الشوكولاتات لا خالص كل ده غالط سيدنا نبع عليها افضل الصلاة والسكال السلام نهى عن الابيضان الملح والسكر ونضيف لهم الدقيقة فكل اذا انا كنت وسطي معتادل يعني في كل شيء باكل كل حاجة واي حاجة بنسهب قليلة معتادلة لاقوا بالغ في الملح لاقوا بالغ في السكر باشرب المياه فعملي التمثيل الغذائي عمدي مصبوطة بنام 8 ساعات او 7 ساعات بتوعي فالساعة البرجاء عنتي مصبوطة فجسمي بيحرق كويس فبقوم بدري بستغل في اول ساعات النهار في حر الدهون بتاعتي فبفتر بدري بتغدى بدري بتعشى بدري الطريقة دي احنا بنعود عليها كل حالتنا وما بنعملش ضاية لأي حالة والكورس هو اللي بيكون الكنترول لان طبعا فيه 33 كورس داخل الشركة 33 كورس لكل حالة صحية وفئة عمرية عندي هجورة عن 20 سنة حديثة اكتساب الدهود ما عندهش مشاكل صحية يفرق طبعا يفرق الكورس مش محتاجة توت بري امش عايزة كسر وفتت الخلاي الدهونية احولها لدهون سهل لانها دهون حديثة هي قريدي يعني حضرتك بتعاني من زياد وزن من امتى ده احدى الاسئلة اللي بنسألها فقالت ده انا زدت في سنة ونص ما عشرين كيلو لا هنا دي جديد اكتساب الخلايا زي برضو لما بيتيجي حالات تقولي انا بعد الولادة زاد وزن طب حبت انت والده من امتى طالي من 4 او 5 سنة غلط الست تفكر انها تفقد وزنها قبل ما عدي سنة لازم بسرعة فبسرعة تتخلص من الوزن الزائل هتبقى سهلة بالزبط الجسم هيتخلص منه دايما بحل المشكلة في بداية نشأتها افضل من انا سيبها فتكبر انا هنا عندي عشرين كيلو وده في سنتين طب كمان عشر سنين تكون زادت قد ايه وبعدين دي في ظهرت شبابها في بداية العمر هل ينفع ابدأ حياتي وانا اعاني من مشكلة طب هي النهار ده زيادة وزن بس هل تأمن بعد ذلك انها ما يكونش عندها اضرار ما بعد زيادة الوزن بتشرع عليها فكل ده كله مترابط ببعض اذا انا النهاردة سبت مشكلة السمنة فعدي الثلاثين والاربعين ودخل على الخمسين ممكن يبقى فيه ضغط مرتفع ممكن سكر درجة اخرى ممكن نشاكل في العظام ومؤخرا احدى الدراسات قالت ان احدى اسباب ومعتشار عنكم عن السماعين وربنا ينعم علينا جميعا بالصحة الكانسر احدى اسباب وزيادة الوزن الخلايا الدهنية الخلايا الدهنية تهاجم جسم الانسان وتضره فعلا اذا اشتكل منه ساعدوا تدعى لو سائر الجسد بسائر والحوم طب بالنسبة ليك بايا هوجر زيادة الوزن كتت عاملالك مشكلة على اساس انت بلوجر في الحركة في اللبس في السور في كدفوهات كتفرها بها كثير انا عايز افتر حاجة مضايقك حرفيا انا من بعد ما خسرت معها ديكتور وانا موضوع للصور ده بقيت بتصور كتير جدا انا واصل قبل المشاكل اللي كانت مع زيادة الوزن اللي كانت بتظهر لك طبعا احراك طبعا سوري ما كنتش بقدر حتى اوطي اربط شفوز بتاعتي كانت مامتي تيجي توطي مولي لان بطني كانت عالية جدا البطني الكرش ما تضغط على بطنك كتير ما تعرفش النفس طبعا هنا الموضوع بيختلف مش بقدر اخد نفسي احيانا كنت باعد قاعد كتير جدا ده غير انه طبعا لما تيجي تعملي فيديوهات وكده نفس بيدان طريقة الكلام مش قادرة تتكلمي مستريح مش قادرة الفيديو طالع كده فيه طالع وحش حتى الشكل عموما مش انا مش انا اللي كنت 63 كيلو كنت بقى قدامي الفيديو كده فيديوهات او في الحقيقة ممكن يكون تفقد ثقة شوية صح تنمر ازاي على فيديوهات او في الحقيقة ممكن عابل ناس في الشارع مثلا وانا مش هيتريقو فيه ناس كده في قلوبهم مرض فزاداهم الله مرضا فخدتي بقى القرار في لحظة على طول او بصراحة لان خلاص ما بقيتش متحملة انا حد يقولي انت دخينتي انت دخينة قوي شكلك وحش الاول كنت احلى قلت طب طب انا افضل سايب نفسي كده ليه؟ بالزرع انا افضل واسيب اللي يتكلموا واللي يضايقوني ليه؟ كانت تقريبا كانت فيه بنتين انا جبتهم حالات قبل كده اتجلوا الجامعة سنة علشان التنمر اللي هي شايفة فاخدت كراءتها بشارجع الجامعة غيرو انا فقدة الوزن اخس الاول بعدين اروح جميل ان الواحد يكون بيفكر في شكل عام بس انا بصراحة بدور ان انا افقد الحالة دي الوزن عشان اضيفها لنجاحاتي ده رقم واحد ورقم اتنين علشان يعني اكون انا كون سبب انها لا تصاب باي شيء لا قدر الله بسبب زيادة الوزن اه طبعا وبعدين بالنسبة لنجاحاتك بقى احنا عايزين نقول لحبيبنا المبادرة الجديدة معانا من اول السنة معانا ضد السمنة دي مبادرتنا الجديدة اللي ان شاء الله تنجح اكتر واكتر من المبادرات اللي فاتت ان شاء الله بإذن الله طب قوليلي يا هجر فيت مرة عملتي فيديو وبعد ما عملتيه ورجعت تفرجتي عليه كده بالشكل ده وبالزيادة الوزن ما عجبكيش وقلتي لا مش هنزله كذا مرة والله حسيت بك والله يا اختنا عادة هين بس حسيت ان انت عملت كده شبتي الفيديو دايقك قلتي ان شكلي متغير لا فيه دي فهات مش عجباني انا حتى ما كنتش بشتري هدوم يعني عند فترة طويلة ما اشتريتش هدوم خالص لسبب ان الحاجة اللي انا بحبها مش عارفة ألبسها حتى كنت حطة في بالي في صبوع بنت أختي ان انا نلبس بقى درس قصير وحاجة كده شكلها لذيذ اضطريت ان انا نلبس حاجة حضرتك شفتي الصورة جب طويلة وحاجة ننزل ننزل لصورة هذا الكثير اللي بيزيد وزنهم بيدوروا على لبس الواسع بيدوروا على لبس الاسود اللبس الغامق اللبس اللي مش هيبين انهم وزنهم زيك هو دول الناس فيبانوا أكبر من سنهم فملبسي طريقتي ودي سن أكبر تلبس غامق علشان متبينش اي وزن ولا اي دفعات انها من نهاردة فوشي وحاجاتك لا نهاردة هاجر من شاء الله عليها من نهاردة انا كل الناس كانوا بيقولولي ان حقيقي تخني كان مكبرني جدا جدا السورة اهي تانية هاجر كنت رحت رميت الفستان اللي انا فصلته الجيب طويلة قوي ولبست جيب طويلة وحاجة تداري جسمي واليوم دقعت عايض جدا لان انا جبت تقريبا الجيب دي قبل السبوع مثلا بساعة والفستان اللي كنت عامل حسابي ألبسه انا رميت ما نفعش ما حسنتيش براحة نفسي نهائي نهائي كنت متخيلة ان انت مجرد متواصلة معنا كده اونلاين هتخسل عشان كيلو ولا قلتي اكرب بصراحة لاب انا بحب اموت في الصراحة قولي يا هاجر في الاول ما كنتش متخيلة ده بس بعدين لما لقيت نفسي من اول اسبوع ابتدت ان انا انزل في الوزن والاول شكرا على ساكتك فينا في البداية بصراحة يعني ما ينفعش المصاكش في حضرتك يعني الناس اللي هتصت في حضرتك شافتهم كانوا متابعين وشافتهم صح كده؟ بالضبط كده وبعدين انا كمان لواصي والدتي بتتبع مع حضرتك كمان طلبت الكورسو انشاء الله بإذن الله وتيجي هي وهاجر بشوف كتير جدا امهات مع ابناتها ومعانا حالات كتير جدا كتير جدا بنت وامامتها بنوتا واختها الفيديو اه ده الفيديو اللي عملته ده اللي انا شفته بالصدفة ده كان في بداية الخسسان اه كنت هنا وصلت لاثنين وسبعين كيلو بالله كنت فقدت عشرة اه لا كده هنا لما كنت مليانة لا يا هاجر بجد يعني انا فرحانا بيكي من تلحيتي المشكلة على طول من اولا طبعا دي اهم حاجة وإلا لو كانت المشكلة تمادت هي كمان كانت حالتها بالنسبالي سهلة جدا اصلا 20 كيلو كلام فاضي 20 كيلو كلام فاضي اه كلام فاضي 20 كيلو اصلا صفحة الفيسبوك الموثقة بالعلامة الزرق اه كل الخبراء اذا انت مش هتتابع كويس الموضوع عندي مش كورس باع انا دلوقتي اطلق مبادرة في بداية السنة واخر السنة انا عايزة ارقام انا عايزة تديني ارقام دول الناس خاصة معانا لازم الناس احنا قدرنا العدد ده نخصصه وبالتالي بيبقى السوشيال ميديا مقلوبة انو خصصه معانا او بنهاية العام بيكون في تكريمات انما لو انت من البداية مخصصتش ومحدش سمع بيك ولا سمع بالمبادرة اخر السنة ما بيكونش فيها اي حاجة ده اللي انا دايما اقوله ان انت انت زي ما انت حريص ان انت نفسك تخص انا كمان حريصة ان انا اضيفك ضمن اسماء نجحتنا طيب اه قوليني بقى من اول ما اخدت الكورس ابتديتي تحس ان الخمس مرات بتوع الفطار قال له طبعا حسيتي بكده طبعا ازاي بقى يعني انت اول ما اخدت الكورس لقيت ايه ده لا مش بالضبط من تاني يوم يعني اول يوم اخدت الكورس من تاني يوم ابتديت احس ان انا في الفطار مثلا لو انا باكل رغيف فبقيت باكل نص رغيف الوجبات لا بتقلي لان الكورس بيقفلش هيجمد جدا فعلا مش محدش خالص خالص بيحتاج ان هو يعمل دايت نهائي كل حاجة انا عايزها بس طبعا كنت ببعد عن الحاجات اللي هي الفاست فود او حاجات مقلية بالزيت الفاست فود يا جماعة خلينا نتكلم مش بتكلم في نظافة الاكل في محلات كتير انا بتكلم دلوقتي الزيوت المغلية المغادرة دي غلط دي مصيبة على الصحة كمية الكالوريز اللي داخل الوجبة لا غلط بتعمل ايه يعني الاكل الطازج اللي معمول في البيت اللي متسوي كوي بطريقة معينة اللي مفيهوش تسبيك اللي مفيهوش دهون مضرة يعني كل ده في البيت له طريقة مختلفة انما لما نتكلم في فاست فود لا انا ضد طبعا ضد امهات بتعود اولادها الاطفال على ده انا عايز اقول برضو ان خدي بالك من تغذية طفلك لان من شابه علشان شابه عليه هيبقى طفل بادين شاب بادين يتقدم به العمر يعاني من زيادة وزن فاحنا بلاش الفاست فود بلاش الاكلات اللي فيها يعني سعرات عالية وبلاش المياه الغازية ولازم نعود اولادنا انهم يشربوا مية يشربوا عصير فشقه هو ده المفيد لنا وده المفيد للاولاد انما بالطريقة ليه احنا دخلنا الاحصائية دولية معاناة من زيادة الوزن عشان ما ترك على حياتنا ما بنتحركش مع كل مشوار سخافة سلوكيات خاطئة وكمان منخلي اولادنا يطلقوا عليها نفس الحكاية طيب بص يا هجر انت شايف ان فكرة التخسيس اونلاين سهلت عليك ان انت تخسي يعني لو حد دلوقتي قاعد بيتفرج شي الهم التخسيس انه لو راح تابع مع دكتور هيروح ويجي وياخد معاد ومش معاد وكل ده ومتاكلش ده لكن انا بخس اونلاين انا بخس وانا في بيتي في مكاني وده طبعا اسهل بكتير لان انا في يوم من الايام كنت بتابع وبروح والاخر الدنيا بس عايز اتكلم برضو في نقطة ان الكورس بتاع دكتور دعاء سهيل حرفيا ما سبب ليش دخم ما سبب ليش اي ادمات ولا اي اعراض مادة عشبية طبيعية مرخص وزارة صحة امن على الصحة اللي بيزيد بالاكل بيخس بمكمل غذائي ما فيش حاج اسمها علاج ده مكمل غذائي والمكمل ده لازم يكون امن على الصحة المكمل ده لازم يكون مادة عشبية طبيعية المكمل ده لازم يحتوي على فيتامنز عشان يكون كبديل او كمعوض غذائي طب احنا معانا تليفون مين معانا عالتليفون هانم اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا يا امر حمد لله يا حبيبتي مولانا حمد لله يا ربي خليك يا امر نورتينا دكتور دعاء ازاي حضرت مسائل هانا حبيبة قلب ازاي في نعمة والله والله العظيمة انا اول مرة اعمل مدخلة على اي برنامج يا ربي يخليك يا ربي يخليك يا حبيبتي يا ربي يخليك يا سيسه هلا يا رب ازاي يبقى عامل ايه دكتور دعاء انا كلامتك قبل كده مع الاستاذ امي انتي خستي مع امي طيب قد ايه وانا كنت طلبت منها وكنت حضرتك بسجيلة حركة وتصممت وانا كلمك وانتي موجودة اه وكلمتك صح اه اه انا في ناس تحب تتواصل معنا يعني الحمد لله كنت مية ستة وعشرين كيلو دلوقت انا مية وستة مية وستة يعني خصة عشرين كيلو كنت مية ستة وعشرين بقيت مية وستة كملي كملي الموضوع سهل جدا دوة انا كن في الفترة دي طلبت الثلاث كورسات ما شاء الله طب تمام كملي يا حبيبة قلبي الله يبركنك يا دكتور يا رب والله العظيم انا بدعلك كل كل اكتب يا ربي يخليك يا ربي يكرمك احنا عايدينك يا هانم تكملي عشان في يوم الايام تيجي كده تبي زي هاجر عادة معانا حالة بتتكلمي وتكوني دعم لأي حد يعاني من زيادة الوازن والله العظيم انا نفسي والله يا دكتور دعاء وحيات ربنا نفسي لان انا كنت مريضة غدروف وهات نفسي اول ما جيت اعمل الحاجة دي والله العظيم كانت بظرفها يعني انا قاعدة بتفرج على القناعة دي خالص لديك بيتكلم والله في ثانيتها قمت متوسلة بالرقم يا دعاء والله برافو عليك برافو عليك انت كم سنة حبيبتي انا واحد واربعين سنة يعني صغيرة انا اكبر منك بسنتين كم طيب بص يا هانم فيلي فيلي وان شاء الله ربنا يسهل كده وتخلصي على كير وتثبتي وتيجي تنورينا ان شاء الله انا هانم مش بتخص علشان اعجبها الموديلات كل واحد بيبقى له طريقة وهدف ادباغوه بيخص علشانه هنا غضروف يعني ابتديت ابتدت السمنة تضريني انا ابتديت هتندر الجسم ابتدي يزعل ابتديت فعلا ازعل لان بداية انا احس ان انا متضرر يبقى انا عندي ضرر صحي انا هنا غضروف يعني دايما اقول اكثر ما يتقلم بزيادة الوزن داخل الجسم هي العظام هيتبتدي تفقد الوزن الزائد فكل شيء يرجع لمكان مايبقاش عندي مشاكل في العظام ماروحش بقى عشان اقول له اكتبلي حاجة مسكن انت تفقد الوزن الزائد وبعدها كل مشاكلك هتتحل زي ما هي هانم بتقولك كده دلوقتي كانت مريض الغضروف مية ستة وعشرين برضو وزن يعني زيادة شوية نازم الغضروف يزعل يعني فعشرين كيلو فقدته متكمل الموضوع بسيط يعني ثلاثين كيلو تفقدهم ان شاء الله مش هيبقى في مشكلة وتشوف هاجر كده بقت زي الامر ايها رجع التاني النقطة اللي كنت عايزة تتكلمي فيها وقطعنا الكلام عشان التليفون النقطة الكلام اللي كنت عايزة تتكلمي كانت الكورس الحمدلله كان امن يعني انا هكمل انا كنت بتتكلم فيه مع حضرتك ان انا اخدت قبل كده ادوية كتير جدا جدا بعد كترة كان بتسببلي دوخة كنت بسا ممكن اقوم من على السلرة حس الدنيا بتلف بي مودي بقى وحش انت مش اول مرة تفكري في زمان قبل كده كان عندي هسس كده زبت اتنين تلاتة كيلو وكنت عايزة اخسسهم فقدت الدكتور فحرفان بجد لا فيه فرق جدا ما بين الدواء اللي انا خدته وما بين دكتور دعاء محاستيش باي اعراض جانبية نهائي لان انا والدتي اصلا المفصع عندها متأكل والدكتور هو اللي طلب منها انها لازم تنزل وزنها عشان هجر بجد انت نورتينا وبتمنيلك كده النجاح والتوفيق دايما يا رب باذن الله وانا اول واحدة هدخل ادور عليكي فين وهتابعك عليكي الله انت نورتينا يا حبيبي وحضرتك بقى انت النور الكبير اتي البطلة دايما دعمي لمبادراتي وشكرا اني بتاخدين وقت برنامجك علشان فعلا ان احنا نحارب السامن اياه وعايزين مزيد من الحالات ان شاء الله حاضر عيوني قبل ما نختل يا جماعة هننزل لكم تاني صفحة الفيسبوك عشان تبقوا عارفين الصفحة اللي تقدروا تتواصلوا فيها مع الفريق بيردوا عليكم على طول كتبوا على رسائل او ده عامل المبادرة النهاردة اتنين كورس عليهم كورس هداية حلوة قوي الحقوا يلا النهاردة يا جماعة العرض بتاع النهاردة الكورسين عليهم كورس هداية ارقام التليفونات كانت قدامكم على الشاشة وادي صفحة الفيسبوك تواصلوا على طول ويلا خدوا القرار ما تفضلوش قاعدين عملين تسمعوا الكلام وعملين كده يلا غيروا حياتكم وبمعنى اصح انجوا بصحتكم وعملوا لنفسكم حياة جديدة وفي المقابل مفيش حرمان كل حاجة بسيطة وسهلة قدامكم يا رب الحلقة تكون عجبتكم حبيبتي نورتيني يا ربي خلي حضرتك شكرا من نورانا ومزيد من التفاق النجاح دايما يا رب اشكركم على متابعتكم الكريمة وبتمنى من الله دايما ان حلقاتنا تفيدكم وتعجبكم من اوله الاخير اشوفكم على خير في حلقة جديدة تعجبكم اكتر واكتر وسلام عليكم اشتركوا في القناة